بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وصول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نكمل الفصل الثاني في مدخل الى التربية الخاصة الإعاقة العقلية في البداية نتحدث عن العاقة العقلية وتعريفها في تعريف مشروع أبو الجوسمان سنة 1983 بيقول أن العاقة العقلية حالة من الخفاض الدال في الوظائف العقلية العامة تذهب أثناء فترة النمو وينتج عنها أو يصاحبها قصوف السلوك التكيفي باختصار كده تعريف العاقة العقلية بيتضمن حكتين الأولى هي تدن الكدرات العقلية الثاني هو قصوف السلوك التكيفي طيب يعني ايه او من ايه الكدرات العقلية منها ايه منها الانتباه الادراك التذكر الحفظ لا رسالة الاستقبال التفكير والفهن كل الأمور دي بيكون عند داو الأعاقة العقلية بعض المشكلات فيها أو في بعضها أو في كلها او او طيب ايه هو السلوك التكيفي السلوك التكيفي بيكون فيه التفاعلات الاجتماعية وطبعا دي موجودة داخل المجتمع ما بين الأفراد اذا كانوا معاقلين وعاديين فهل المعاقلين عندهم نفس التفاعلات الاجتماعية زي العاديين طبعا لا ممكن يكون في بعضهم عنده المهارات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية زي بعض حالات الدون زي ما احنا عارفين اهو المنغول طب المهارات الحياتية الاستقلالية المهارات الحياتية الاستقلالية اللي هي مهارات الحياة اليومية المأكل المشرب الملبس اعزاكم الله قضاء الحاجة كل الامور هل المعاعق عقليا يستطيع ان يقوم بهذه المهارات بذاته بنفسه طيب قدا يوقت الفراغ برده بيكون عنده بعض المشاكل في قضاء وقت الفراغ الامن والامان هل احنا نستطيع ان نأمن عليه داخل المطبخ بمفرده وهكذا ده مختصر لتعريف الاعاقة العقلية طبعا الاعاقة العقلية زي ما احنا عارفين ان هي من الاشياء المنتشرة والظاهرة وهي بتمثل حوالي اتنين وتلاتة من عشرة من الاعاقات بصفة عامة او من نسبة الاعاقات بصفة عامة نسبة الاعاقات قديمة كانت بتمثل عشرة في المية لتنشر في المية حديثا طبعا زادت بقت 15% من نسبة سكان المجتمع